هذا العنبر كامل مقيمين وزاي بات شتات اليمن يطرق أبواب العالم قدر الجغرافية والمملكة السعودية بات يقولان لليمنيين البحر من خلفكم وإجراءات التضييق من أمامكم وليس سوى الرضوخ ومرارة القهر تتضاءل أمام اليمنين فرص الحياة يوما بعد يوم منذ انقلاب الحوثيين الانقلاب الذي شرد أكثر من ثلاثة ملايين يمني نزح في كل الاتجاهات بما فيها دول يسمع نسمها لأول مرة في حياتهم رغم ما يتعرض له اليمن في الداخل من لدى حرب جاوزت ثلاث سنوات لم تشفع له كل معاناته في التماس التسهيلات الإنسانية من قبل الدول المجاورة والشقيقة بالأمس مثلا شددت السلطات المصرية على اليمنين إجراءات الدخول بتخفيطها سن فرض تأشيرات على المواطنين إلى ما بين ستة عشر عاما وخمسين عاما ورغم أن المرضى اليمنيين يشكلون أكبر نسبة للسياحة العلاجية في مصر إلا أن قرار السلطات المصرية جاء مخيبا لآمال اليمنين وأمام هذه الإجراءات لم تقم الخارجية اليمنية بأي جهود لدى السلطات المصرية للتخفيف من هذه الإجراءات دول التحالف التي تتدخل عسكريا في اليمن منذ ثلاث سنوات عليها واجب أخلاقي وقانوني تجاه الأزمة اليمنية بحسب منظمات دولية إذ لا يعقل أن تشب حربا في بلد وتمنع مدنيه من اللجوء الإنساني وتلقي العلاج وما عدها من الواجبات الإنسانية الضرورية فضلا عن أن المملكة لم تقم بهذا الواجب فقد قامت فوق ذلك بتضييق الخناق على المغتربين في الداخل حيث سنت مؤخرا قوانين مالية فرضت فيها مبالغ خيالية على المغتربين ما دفع الكثير منهم إلى ترك عمله والعودة إلى اليمن أو البحث عن بلد اغتراب آخر أكثر من مليون يمن في السعودية يصرفون على ملايين المواطنين في الداخل يتهددهم شبح الترحيل هذه المرة بسبب التضييق على الرزق وفرض إتاوات فوق مستوى المنطق ما يجعل أصير الملايين في الداخل رهن هذه الإجراءات التعسفية التي ستفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ناشطون وسياسيون يمنيون يناشدون الرئيس هادي ونائبه المتواجدين في الرياض بذل مساعيهما لدى القيادة السعودية لإعفاء اليمنيين من هذه الإجراءات لكن لا تجاوب حتى الآن